أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن يوم الشهيد اللي بيصادف النهاردة 9 مارس واللي بتحتفل بي مصر والقوات المسلحة عرفانا بجميل وفضل شهداءنا الأبرار اللي قدموا أرواحهم فيه سبيل الدفاع عن هذا الوطن وإن مصر تفضل قوية وآمنة هنتكلم عن يوم الشهيد مع لواء محمد الشهي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ست الله وصفة الخير يا فن أهلا بك يا فن موسادة المشاهدين بكل تأكيد هي مناسبة مهمة للتأكيد على فكرة العطاء والبزل دون مقابل فعايزين نتكلم مع حضرتك عن أهمية الاحتفال بيوم الشهيد وطبعا هو مهم جدا لأن الاحتفال بيوم الشهيد هو تكسيد المبادئ السامية والقيم النبيلة اللي تحلى بها شهداءنا الأبرار على مر التاريخ اللي يعني التاريخ بيقول لو لا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت أن تصد أعداءها وتحافظ على كل ذر التراب من أرضها بنلاقي أن في رسالة مهمة جدا من هذا اليوم هي رسالة بتقول أن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء رسالة ثانية بتقول لنا يوم الشهيد ده اللي هو تم اخطياره يوم 9 مارس من كل عام بالرغب من أن طبعا 9 مارس كان سنة 69 استشهاد الفريق عم من عمرياض طب قبل تسعة وستين ما فيه شهداء شهداء في حرب تمانية واربعين في حرب سبعة وستين في حرب للسنزاب اللي استمرت ألف واحد واربعين يوم ثم حرب أكتوبر المجيدة اللي قلبت الموازين العسكرية في المنطقة وكانت معجزة على أي مقياس عسكري وكانت معجزاتها هو المقاتل البطل اللي له عقيدة إيه هي يا أستاذ محمد النصر أو الشهادة ونحن اليوم نتكلم بيوم الشهيد دي رسالة أن القائد بيكون في وسط جنوده وليه يوم 9 مارس لأن هذا اليوم كان على مفارقة في تاريخ الصراع العرب الإسرائيلي فيه جولات للصراع العرب الإسرائيلي ومصر بدلت جهود كبيرة حتى تم تحرير سيناء من العدوان الإسرائيلي في أكتوبر المجيدة أيضا الفريق عم منع مرياض في الموقع الذي استشهد فيه يوم 9 مارس زهروا 11 مرة قبل كده دايما بيتابع أعمال القتال بيروح للخطوط الأمامية هذا المكان بينه وبين العدل الإسرائيلي عرض القناة فقط 250 متر ما عادش بقى وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مكتبه ويتابع أعمال القتال من خلال تقارير لا لازم يكون في وسط جنوده وده الرسالة أن مكان القائد الحقيقي هو بين جنوده وفي الخطوط الأمامية ده بيدينا يعني عبرة وعظة وبيدينا رسائل كثيرة بأن جميع أفراد القوات المسلحة يتوقون لنيل شرف الشهادة أو إلا كان قاعد في مكتبه حتى هو موجود في نفس اليوم يوم 9 مارس قائد الجيش بيقول له يا فنديم خليك هنا في قيادة الجيش وما تروحش للخطوط الأمامية دي قالوا لا كلمة خليك هنا لا تصنع النصر وكان هو أساسا في هذا اليوم كان تاني يوم من مصر تحولت من مرحلة الصمود إلى مرحلة استنزاف يعني استنزاف يعني بتحدث أكبر قدر من الخسائر في أفراد وأسلحة ومعدات والمنشآت التجهيزية الخط برليف العدل الإسرائيلي سأسأل حضرتك عشان لو في أجيال جديدة تتفرج علينا وبعض المشاهدين عايزين نعرف من حضرتك حضرتك تحدثت أنه هذا اليوم 9 مارس 69 ده كان يوم فارق في الصراع العربي الإسرائيلي وحضرتك تحدثت طبعا عن سيد الفريق عبد المنعم رياض عايزة عرف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين يا فندم هذا الحدث الوضع ساعتها كان شكله إيه ونعرف ليه تحديدا يوم 9 مارس هو 9 مارس نعلم أنه بعد هزيمة 67 البعض اعتقد أن مصر خلاص والقوات المسلحة انتهت وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكن من رماد الهزيمة في هزيمة 67 مصر بعثت من جديد بالضبط زي يعني بيقولوا طائر الفينيك أو الفينيكس طبقا للأساطير الميثولوجيا الإغريقية أن هذا الطائر بيولد من الرماد بتاعه مصر فعلا من رماد هزيمة 67 وخلال حرب الاستنزاف التي استمرت 1041 يوم استطاعت أن تقوم بإعادة بناء القوات المسلحة ليس كمعدات وأسلحة ومنظومات تسليح ولكن الفرض المقاتل أصبح المقاتلين من الموهلات العليا علشان يقدروا يستوعبوا أحدث الأساليب ومنظومات التسليح التي هي موجودة ده في هذا اليوم يوم 9 مارس كان الفريق عم منعم رياض بيتابع الموقف على الأرض نتحولنا إلى الاستنزاف مرحلة صمود يعني إيه يعني قاعدين كده بنعملش حاجة لكن بنعمل بناء وتدريب للقوات المسلحة وأعادة هيكلتها واختيار قادة ميدانيين بدأت بقى لا إحنا كان فيه الدفاع النشط دفاع نشط يعني يتم إرسال إغارات علشان نكتسب الجرأة ونكتسب الخبرة فرض يعد يعبر قناة السويس طبعا بالليل والسباحة يقوم يأخذ أسير يأخذ خرائط جامع العملية ويرجع تين ويرجع واحد قالك طبعا نخليهم اتنين بعد جداني طبعا نخليهم جماعة جماعة يعني عشرة طبعا نخليهم فصيلة طبعا نخليهم سرية طبعا نخليهم كتيبة الكتيبة دي يعني أكثر من خمسمائة مقاتل كلهم يعملوا إغارة فدي بتدهم مناعة احنا بنقول تطعيم تطعيم أرض المعركة تطعيم يعني بما يخافش بيأخذ الجرأة الخوف من الجند الإسرائيلي ومن الأسلحة الإسرائيلية بتتمنع يعني أنا كنت عاوز أقول لسادة المشاهدين طبعا في 67 كانت الطائرات الإسرائيلية يعني نشطة جدا فكان هناك خوف من مجابهة ذلك لا فيه أساليب بتتخذ للمجابهة فخذنا الجرأة يوم بعد يوم لأخذ الثقة احنا فيه ما يقولها بطول العرق في التدريب يوفر الدماء في المعركة ولذا بنلاقي أن قواتنا المسلحة لها شعارين طيب الشعار الأول هو النصر أو الشهادة واحنا بنتكلم في يوم الشهيد الشعار الثاني هو يد تبني ويد تحمل السلاح لكن أنا عايز أقول أن في 67 إداتنا فرصة كبيرة أن نبني نفسنا أن نقوم باستكمال الأسلحة والمعدات حتى جاءت حرب أكتوبر المجيدة وكان لها تخطيط كبير جدا وسقط شهداء نعم لكن تم تحرير كل سيناء في 25 إبريل سنة 79 وتم تطهير سيناء بعد ذلك من الإرهاب والإرهابيين ده كله بجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية الباسلة اللي برضو يدم بيد مع القوات المسلحة لأن الشرطة والجيش هم جناح الأمن في مصر بكل تأكيد نرجع مرة تانية لتسعة مارس 69 واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض وكان تاني يوم من بداية حرب الاستنزاف هو بيتفقد نتائج أول يوم أعتقد أنه استشهاده كان نقطة تحول في موزين القوة على أرض المعركة طبعا هو ده أعطى دفعة قوية بعد ذلك للقوات المسلحة للانتقام من استشهاده حتى أنه تم تدمير عدد كبير من النقطة التي أطلقت دانية المدفعية وأدت إلى الاستشهاد كان مع السيادة الفريق عمين عمرياض قائد الموقع وكان مقدم هذا المقدم هو المقدم ليون مسعد تدرس مسيحي وصيب ولكنه بعد ذلك اشترك يعني بعد ثلاث سنوات بعد أربع سنوات في حرب أكتوبر المجيدة وكان قائدا لأحد ألوية المشاة الميكانيكية ده بيدينا رسالة رسالة بأن مصر نسيج واحد ده فرق بين مسلم ومسيحي وعلشان كده بنلاقي أن رمال سيناء مروية بدماء المصريين ليست سيناء فقط ولكن في حرب تمانية واربعين في فلسطين كان الشهيد البطل أحمد عبد العزيز الذي يسمى الضبع الأسود في حرب اليمن في حرب تحرير الكويت في سيناء من تطيرها من الإرهاب والإرهابيين وعلشان كده الدولة الآن وهي تحتفل بالشهداء ده أقل القليل ما يقدم لأسرهم في خطة اسمها خطة دعم الشهداء أسر الشهداء دولة قامت بيها وتم سن قانون إزاي يكرم أسر الشهداء مش الشهداء في الإرهاب بس ده في أي عمليات حربية أو أي عمليات أمنية من قبل قوات الشرطة كل الشهداء من المواطنين يصبح شهيد وأيضا أطلقت أسماهم على المشروعات القومية الكبرى الموجودة على الشوارع على الميادين نتكلم عن النقطة تحديدا وفكرة رد الجميع نتكلم عليها تحديدا لكن عايزة أعرف من حضراتك البداية يعني هي أن مصر هي مقبرة للغزاة شهداء كتير جدا مصر قدمتهم من زمان يعني من عصور حتى مختلفة طبعا مرورا بالفريق عبد المنعم رياض والمنسي ورفاقه وغيرهم كتير وكتير قائمة الشرف الحقيقة طويلة لكن دايما معروف أن العقيدة المصرية يعني هي عقيدة راسخة وعقيدة قوية ويمكن دايما في ناس تقول كل الجيوش في الدنيا عندها عقيدة وإيه المختلف لكن الحقيقة أنه دايما المصري مختلف والعقيدة فعلا عقيدة الجيش المصري مختلفة وزي ما كنا نتكلم في بداية الحلقة واستشهدنا بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام خير وأجناد الأرض هو كلام سؤالك مهم جدا يا سيدة جمانة فعلا في عقيدة القوات المسلحة اللي هي عقيدتها النصر أو الشهادة ولكن العقيدة بقى مهمة جدا ودايما نقول هذا المثال وهو الشهيد اللغم البشري إيه اللغم البشري ده نعلم من اللغم ده مكان بيدمر الدبابات والمركبات بنحط في الأرض كده خلصة أو بالليل وتجي دبابة تمشي قوم ينفجر هو في حرب 73 هذه الحرب العظيمة اللي ما زالت نتائجها تدرس في الأكاديميات والمعاهد العسكرية حتى الآن في 73 كان مخطط أن دبابات الإسرائيلية تهاجم قواتنا أثناء موجات الاقتحام ولسه دباباتنا لم تعبر فكان تخطيط قواتنا القوات المسلحة طبعا ما سابتش لا شاردة أو واردة اللي فكرت فيها طب نوقف الناس إزاي وما الجيش تتعامل مع القوات التي ستعبر قناة السويس فيه شهداء ترحوا ومنهم هذا الشهيد اللي هو اللغم الباشر قوات من الصعقة ومعاهم مغزوفات ضد الدبابات زي أربجي زي مغزوفات مواجهة من ضد الدبابات طلعوا لغاية عندهم وعشان يوقفوه عشان قواتنا تعبر ويبقى إحنا عطلنا هذا لت من التدقل في أعمال القتال الزخيرة خلصة فما كان من جندي أنه هو يحط لغم على ظهره تخيل الموقف من فينا أو من فيكو يقدر يعمل هذا الموقف لا فيه يعني أنت تقدر تعمله أكثر يا محمد الجزم لا بجد الله أن حد يضحي بحياته صعب جدا حط لغم على ظهر واقترب لغاية ممر الدبابات اللي جاية منه ونام على الأرض مش نام يعني يرتاح هو نام عشان الدبابة تمشي من عليه عشان تنفجر عشان توقف الريتل اللي وراها وينجع عبور قواتنا وتنجع قناة السويس وهو ده الفرق هي دي العقيد أنا متأكد أن كل شبابنا يستطيع أن يقوم بذلك وأكثر ليه بقى؟ أنا نتفق مع حضرتك في المحاضرات يعني مثلا جمانة تقدر تعملها جمانة كلام دا؟ نتفق إحنا دايما في وقت الشدة فعلا هذه هي الفتاة المصرية فعلا في وقت الشدة كلنا بنكون جاهزين ومحدش فينا بيخاف شبابنا والفتيات حتى وقت زي ما حدقت تتكلم يمكن في مثال الشهيد المنسي طبعا ورفاقه يعني العدو كان مختلف طبعا يعني ما كانتش الحرب المعتادة نعم حرب تقليدية بالضبط لكن الحرب الآن حرب الأربائع حرب الإرهاب من ولاها حرب الأشباح شبح ما بتشوفيش حد ده واحد بالليل يحط لغم في الأرض يحط لك حبوة ناسفة تيجي تتحرك قواتنا أثناء المدامة أو بنسميها الحرب ألا متماثلة أسيمتريكال وورفايد مش حرب من جيش نظام من جيش نظام أو الحروب غير النمطية أتيبكال وورفايد ما فيش جيش قدام جيش ده جماعة كده صحيح مستبيعة مواخدين تمويل واحد يقولهم مبيع وتمويل نعم والدليل على ذلك إن في سبعة سبعة 2017 الجماعات الإرهابية اللي كانت في كمين البارث في الشهيد أحمد منسي وإحنا بنتفقد جساسهم والمركبات المدمرة وجدت عربات بها حقائب الحقائب دي فيها أموال محروقة فيها دولارات يعني هما ماشيين بالتمويل بتاع عشان كده ظهر خلال الأسبوع الماضي تقرير من الأمين العام الأمم التحد بيتكلم عن الإرهاب في العالم وذكر مصر على وجه الخصوص كتجربة هو واحد وعشرين صفحة منهم صفحة سبعة لمصر بيقول أن مصر من 2019 ما فيش عملية إرهابية الحمد لله بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة نمرة اتنين أن مصر بتحارب الإرهاب بالتنمية صحيح يعني بالعملات العسكرية نعم عمليات الأمنية لكن التنمية عشان كده في شمال سينة بنلاقي 312 مشروع تكلفه 195 مليار جنيه ليه؟ علشان فتح آفاق وفرص عمل للشباب ليه؟ حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية مشروعات في الإسكان في الطرق والمحاور وإحنا شايفينها في استغلال أو إضافة القيمة المضافة أو الأدت فاليو للخامات اللي موجودة عندنا ليه الرخام والجرانيت عملنا يعني مجمع أو كومبليكس ليه الرخام والجرانيت في منطقة الجيف جافة في وسط سينة الرخام ده كان بيصدر أزا تز زي ما هو كده بلوك ويروح الصين يقوم يزبطوه ويعملوه رخام ما ميروحش لغاية الصين ده في البحر المتوسط قدام شمال سينة كده وقف سفينة مصنع صينية تاخد من عندين هدو تمشي ما فيش عشرة كيلو أو عشرة ميل تزبطو وتعملو رخام وتعملوه جرانيت وتعملوه أرضيات تتطعوا الواحد تجي جايبوا تاني الله تم ما نعمل إحنا كلامنا كلام ده علشان كده هذا المجمع بيتكون من 13 مصنع بدأنا إحنا نستفيد من القيمة المضافة في هذا علشان الاقتصاد ينمو من اللي بيشتغل في المصانع دي اللي هم الشباب السيناء وهناك مصنع الأسمنت في العريش وهناك مصانع كثيرة جدا بتقوم بها الدولة لأن الدولة تحارب الإرهاب بالتنمية سقط شهداء في العمليات الحربية وفي الإرهاب نعم لكن سقوط هؤلاء الشهداء هم اللي بيخلونا الآن نتكلم الآن ومصر بتتباوأ مكانات توريدات ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي وشفنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل يوم علشان يرفع اسم مصر واسم القارة الإفريقية صحيح وشفنا القمة الأوروبية الإفريقية في بروكسل بلجيكا خلال الشهر الماضي كل ذلك الشهيد هو السبب فيما نحن فيه من أمن وأمان والسقرار إذن ونحن نحتفل دلوقتي ستلوة بيوم الشهيد والحمد لله احنا خلاص انتصارنا على الإرهاب وزم حضرتك ذكرت من 2019 الحمد لله لم يفش أي عملية عسكرية إيه الدروس المستفادة من الاحتفال بهذا اليوم هو طبعا دروس كثيرة جدا جدا الدرس الأول هو أن الدولة بتتقدم الدولة تتواجد بيكون له دور بالتضحيات التي يقدمها أبنائها وبالعمل التي يقوم به شبابها شباب مصر اللي كان في كل الحروب السابقة يعني الحرب والشهداء دولة لم يصف يعني مش في 69 فقط اللي هو الشهيد عم منعم رياض ولكن تاريخ مصر مليء بالشهداء خلال على مر التاريخ بالله أن الشهداء منذ توحيد مصر على يد الملك ميناء منذ 5200 سنة وبالضبط في 3180 قبل الميلاد وخلال العمليات العسكرية الكبيرة اللي قام بها أحمس من أيام طرد الهكسوس وتحتمث الثالث في معراكة مجدو ورمسيس الثاني في معراكة قادش قادش دي في سوريا ده بتدينا رسالة أن الأمن القوم المصري لما يكون فيه عدائيات في الخارج ما تنتظرش يقولك لا ده أنت بتطلع لهم رحلهم سوريا وقضى على 13 جيش كانوا مجتمعين عليه وإحنا شفنا في التاريخ المعاصر أن في 2017 قامت القوات الجوية المصرية باستهداف إرهابيين في ليبيا قاموا بعمليات ضد بعض أبنائنا وبالتالي بنجد أن تاريخ المصر القديم والحديث والمعاصر وحتى في حروب جولات الصراع العرب الإسرائيلي وفي الحروب ضد الإرهاب بيسقط شهداء بنقول لهم أن الشهداء دولا هم قدوة لنا من زي ما قلت وسيادتك تفضلت والأستاذ الجمانة وقالوا أننا قادرين أننا نكون مثل اللغم الشهيد اللغم البشري فعلا كل الشباب في الجامعات في محاضرات التوعية والولاء والانتماء التي تقوم بها أو تكلفن بها القيادة العامة للقوات المسلحة في شباب الجامعات المدنية الحكومية يعني الحكومة أو الجامعات الخاصة بيجد لهم هذا المثال بيجد لهم مين كل الفتيات والأولاد طبعا بيكونوا هم متحمسين جدا الرثالة الثانية إن القاد قائد قائد في كل مكان يعني القائد العسكري القائد السياسي القائد في أي منظمة وفي أي مؤسسة في أي أرجانيزيشن لابد أن يكون في وسط موظفيه وفي وسط جنوده علشان يرفع الروح المعنوية نحن بلاقي الرئيس عبدالفتاح السياسي يذهب إلى مصنع الأبطال مصنع الأبطال مصنع الرجال اللي هي الكلية الحربية بيكتمع مع الطلبة ويتواصل معهم ويدهم كده تلقين وتوجيه عن الأحداث الجارية وزي ما أن كلية الكلية الحربية هي مصنع الرجال نحن عندنا في مصر كلية القادة والأركان هي مصنع القادة وعندنا أكاديمية ناصر العسكرية العليا هي مصنع كبار القادة في هذا الإطار القائد لابد أن يكون في وسط جنوده الرسالة اللي أنا عاوز أقتن بيها بقول للشباب أننا لابد أن يكون هناك أمل لأن الأمل هو الأمان وهو الاستقرار والدفع في النهاية ستلوها وحب الوطن يعني كل واحد بيقدم اللي عليه حبا للوطن طبعا يا فنم بالإضافة برضو لو سمحتل إحنا بنتكلم الآن في أعمال التنمية اللي بتقوم بها الدولة في تنمية شاملة مستدامة وفي حاجة اسمها النمو الاحتوائي النمو الاحتوائي يعني يعني بنعمل تنمية شاملة مستدامة لكن المنتجات والمحاصيل اللي بتطلع بتكون يعني يعني محاصيل نظيفة بتستخدم طاقة نظيفة طاقة متجددة ودائما برضو أنا بقول إن إحنا مصر الآن بتستفيد من كل مواردها إحنا عندنا موارد اقتصادية بيتم الاستفادة منها لكن هناك موارد غير اقتصادية بتسمى رأس المال الميت اللي هو ديد كابيتل يعني هو فيه رأس مال وميت أيوة فيه موارد عندك أنت مش مستغلة لكن مصر زي الشمس الشمس في الصيف دي حد ما بيطيقهاش دلوقتي بيتم توليد الكهرباء زي محطة بنبان زي الرياح وفي الشتاء إحنا عندنا محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر وبالتالي الدولة بتعمل في كل الجهود ليس في المجال العسكري فقط اللي مصر وجيشها بيتبوى المركز الـ 12 على مستوى العالم لكن قواتها الخاصة لقوات الصعقة المصرية في المركز نمبر وان مش نمبر وان بتاع العقيدة هي العقيدة فان هو نمبر وان رقم واحد على مستوى العالم قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقبل روسيا وإحنا بنشوف أن الحروب الآن تغيرت الحروب الآن أصبحها حروب جديدة زي الحرب السيبرانية وحرب المعلومات والحرب الإلكترونية لكن مصر وقواتها المسلحة بتطلع على كل مثل تلك وبتتملك تلك المنظومات من التسليح صحيح ستلوه كل التحية لروح شهداءنا الأبرار اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بنفسهم من أجل كرامة هذا الوطن وطبعا بنقدم لأهليهم الشكر لأنهم كمان قدموا تضحيات كبيرة جدا نحن نشكر سيادة تكسيات تلوه محمد شهاوي المستشار بأكاديمية ناصر حضرتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر استنون